متبعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم ويوم أمس مدينة الصمارة عاشت على وقع انفجارات مجهولة أدت مع الأسف الشديد إلى وفاة أحد المواطنين المغاربة الصهرويين من سكان مدينة الصمارة أود نقرأ لكم أولا البلاغ الذي صدر عن وكالة المغرب للأنباء الذي يقول وقعت أربعة انفجارات خلال الليلة السبت إلى الأحد في مدينة الصمارة أدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاث آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة حسب ما علمنا من مصادر السرطات المحلية لاستمارة وأوضح المصدر نفسه أن الانفجارات طالت أحياء مدينة الجنوب وحي السلام والمنطقة الصناعية مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى العيون وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الثالث الذي أصب بجروح طفيفة تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في الموقع موشرا إلى وقوع أضرار مادية في منزلين انفجارات هنا استهدفت منازل سكانية وتوجهت على الفور السرطات المحلية والأجهزة الأمنية والوقاية المدنية إلى مكان على انفجارات الآن يكسر القيل والقال لكن أنا سأركزها إلى واحد المسألة إذا تبوت على أن هذه المسألة هذه الانفجارات عمل إرهابي لمرتزقة البوليزاريو فهذه ستكون خطيئة العمر وهذه ستكون حماقة العمر من بعد الحماقة للقرقرات ورأيكم عارفين كيف ننجم من بعد الحماقة للقرقرات هذه ستكون حماقة العمر ونهاية مرتزقة البوليزاريو بشكل نهائي إذا تبوت أن هذه عملية إرهابية من مرتزقة البوليزاريو كيفاش أين ومتى وعلى شوق عادشين تصل فيه لاحقا لكن إذا تبوت على أنها عملية إرهابية لمرتزقة البوليزاريو خطيئة العمر حماقة العمر تهور العمر ونهاية المرتزقة بشكل نهائي وغدا قد يكون تصودي المجلس الأمن ويوم أمس كما ذكرنا كان يوم أسود على النظام حضارات الجزائر وعلى مرتزقة البوليزاريو وبالتالي لا تستغربوا إن دفع نظام حضارات الجزائر بمرتزقة البوليزاريو أنهم يرتكبوا مثل هذه الحماقة مثل هذه الحماقة وغدا تفصلوا فيها لاحقا لكن ما يهمني هنا أنه إذا تبوت التوري بوليزاريو الطبيعة الحارة يوم أمس كانوا حاضرين أفراد ديال من أرسو جاءوا وشافوا عينوا حسب الفيديوهات وحسب المشاهد اللي افتاع وشافوا الأضرار وشافوا الشخص اللي توفى ورحمه الله أحد مغاربة الصحراوية ديالسكان مدينة سمالة إذا تبوتت كل هذه المعضايات صدقوني انتهى الموضوع انتهى الموضوع الخطيئة اللي كنا كانت النوى وإن كنا لا نريد ضحايا من جانبين طبيعة الحال لم نكن لنريد لنريد أن نرى هناك ضحيا مدني من المغرب الصحراوية ديالسكان السمالة ولكن هذه الخطيئة العمر اللي كنا كانت النوى طبيعة الحال في حال تبوت على أن مرسى لنريد من الغزاقات البوليساليو هم من وراء الإنفجارات أولا المنطقة العازلة انتهت النقطة الأولى المنطقة العازلة انتهت ثانيا نهاية أي عملية سياسية في الأمم المتحدة ثالثا سحب الملف من الأمم المتحدة إنهاء الموضوع رابعا ألسق الجدار مع الحدود الدولية نكساءه اذا أن أحد ما مرتدف has multitude وحينه ما نحضرهم من هذه القضية الشمال الموريطاني مر riot الموريطانيين من هذه التهاوّن التي يؤديهم مع المرتزقة في استقلال أراضيهم في الشمال كما اقول قلت انهاء gegنهات جدار مع الحدود الدولية انتهى الموضوع ساعة جاء أو جاءت عمل عدائي من الأراضي الموريطانية أو من الأراضي الحضارات الجزائر كان القوانين كيف نتعامل مع هذه المسائل وكيف نتعامل هذه المسائل ومن يتحمل المسؤولية الدولة الموريطانية والدولة الحضارات الجزائر لأنهم بطبيعة الحال مرتزقة البوليزاريو مصرقين عندهم كيفما بعد فحتى هذه اللحظة منتبعنا الكلام ونسننا ونرى ما سوف يتم إتباته وصدقوني لو تبات على أن المرتزقة البوليزاريو متورطون في عملية إرهابية في مدينة سمارة ليلة أمس فهذه سوف تكون النهاية وسجلوها دعليا متابعنا الكلام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل